وقد لقيت زيارة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة اهتماما رسميا كبيرا من قبل كبار المسؤولين في لندن نظرا لما يحمله سموه من فكر متميز ورؤية واضحة للاستفادة من الفرص النوعية الهادفة إلى الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتلموي بين المملكتين الصديقتين علامات التاريخ الفارقة لا يكتبها إلا الكبار الذين إذا ما راموا إلى الشيء نالوه وإذا ما أقدموا على أمر حققوا الإنجازات التي تضيء درب المسيرة وهذا ما جسدته زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة فهو الذي حظي بالحفاوة والاستقبال والترحاب وكان ضيف لندن المهم في العديد من اللقاءات والاجتماعات والمناسبات نظرا لما تحمله زيارته من بشائر عديدة تعكس ما يحمله سموه من بعد نظر ورؤية وبصيرة وما يقوده من فريق وطني طموح ومصر على تحقيق الإنجازات والتغلب على كافة التحديات ما جعل من هذه الزيارة وما اجتملت عليه من اتفاقيات ومعاهدات ولقاءات مهمة جدا زيارة تاريخية محورية تعكس عمق العلاقات البحرينية لبريطانية المتينة حفاوة الاستقبال البريطاني لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في لندن جسدت مدى أهمية هذه الزيارة للجانب البريطاني كذلك فما دار خلال الأيام القليلة الماضية من إبرام لاتفاقيات ومعاهدات اقتصادية بالدرجة الأولى بين جدية وفد البحرين الكبير في تعميق التعاون الاقتصادي والارتقاء به إلى مستويات جديدة عبر ضخ واستثمار مليار جنيه استرليني من القطاع الخاص والتمهيد للعديد من الاستثمارات والمشاريع المحورية التي تخدم كل البلدين وتنعكس نماء وتقدما على كلا الشعبين الصديقين ما حققته مملكة البحرين خلال السنوات الأخيرة الماضية من تطور وتقدم في النمو الاقتصادي وإطلاق المشاريع الكبرى كان محط اهتمامي وإعجاب العديد من المؤسسات والمنظمات الاقتصادية في بريطانيا ذلك ما عكس تراكم الخبرة ووضوح الغاية والطموح لفريق البحرين في الانطلاق إلى مستويات جديدة من العمل في مملكة البحرين وقد جاءت مجالة الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت خلال هذه الزيارة في الاقتصاد الرقمي والتنوع البيولوجي وتبادل الخبرات العلمية والتشغيلية والإدارية والمالية لتشكل دفعة جديدة لمزيد من التطوير وفق أعلى المعايير التي تجعل من مملكة البحرين أنموذجا رياديا في العمل الاقتصادي يمكنها من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة لتنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز الاستثمار بين البحرين ومختلف الأسواق العالمية كم ونوع اللقاءات التي أجراها وفد مملكة البحرين خلال هذه الزيارة الرسمية التاريخية بدءا من لقاء ولي عهد المملكة المتحدة ووزراء الدفاع والخارجية والتجارة وغيرهم من كبار المسؤولين في مختلف القطاعات يشرح مدى وضوح الرؤية التنموية الشاملة التي تسير وفقها مملكة البحرين بخطوات واثقة وتطمح لتطويرها وتعزيزها وفقا لإرثها المتين في علاقاتها الدبلوماسية والسياسية الناجحة التي أسست لها منذ مئتي عام لتكون هذه الزيارة ذروة النجاح في العلاقات البحرينية لبريطانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر